السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جينيور 4 عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنحل مجموعة اسئلة من كتاب المعاصر على اول درس من دروس مادة ICT اللي هو كان وكان الاركولوجست اللي موجود معانا هنا البرتلين لو تفتكروا معايا ولو انت مش فاكر اتفرج على فيديو الشرحة هتلاقيه موجود هنا على القناة وارجع بعد كده هنا عشان تشوف الاسئلة مع بعض هنحل مع بعض كده مجموعة كبيرة من الاسئلة على lesson number 1 طبعا اللي موجود قدامنا ده كتاب المعاصر وهنا بيقول لي اول جزئية تدريبات من الامتحانات السابقة حتى هو كاتب لي الادارات التعليمية اللي جي فيها الامتحان ده في السنين اللي فاتت فهنبدأ عطوب كده باول جزئية وهي put a true mark in front of the correct sentence and a false mark in front of the wrong one number 1 the ground penetrating radar device is used to find objects under the surface of the earth هتبقى الاجابة هنا صح طيب number 2 magnetometer is used to discover metals underground الاجابة برضو هنا صح the engineer related on the magnetometer locate the construction sites الاجابة هنا بيقول لي ان المجنيتوميتر هو اللي بيستخدم هنا في location او في location لا الاجابة هنا غلط طبعا التعديل بتاعها او الصح بتاعها هيكون الجي بي اس او اللي هو global positioning system طيب gps is used to find the location of places you might need to visit ايوه يبقى هنا الاجابة هنا صحيح magnetometer is used to determine places via satellites الاجابة هنا غلط هو المجنيتوميتر هو اللي بيستخدم او used to determine places via satellites هو اللي بيستخدم الاجابة هنا المفروض الاجابة صح بتاعتها ايه برافو عليك اللي هي gps او global positioning system طيب number 6 the global positioning system اللي هو gps is connected to satellites to determine locations انشوف هنا جاوبلك على النقطة اللي قبلها او النقطة اللي قبلها او وهنا هتبقى الاجابة هنا صح طيب the taxi driver on the gps global positioning system device بيستخدم gps ايوه الاجابة هنا صح number 8 the tourist depends on the bentrating radar to locate the different places اللي جابة هنا غلط bentrating radar مش هو اللي بنستخدمه عشان نعرف بيه الاماكن و اللي هوا different places الاماكن المختلفة هيبقى بنستخدم هنا ايه 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 او برافو عليك بنستخدم gps او the global positioning system يبقى كده خلصنا اول سؤال هروح ل question number 2 choose from column A what suits it and column B اختار اللي يناسب اختار من العمود به اللي يناسب في العمود ال gps ده اللي هو ممكن يبقى ايه من الثلاثة اللي موجودين هنا دول a او b او c gps take photograph ولا discover metals underground ولا بيكتشف الحاجات اللي تحت الارض helps to find to the location of the places you want to visit ولا هو اللي بيساعدني عشان اوصل للاماكن طبعا هي ال gps هتبقى number c يبقى دي هنا number one magnetometer is used to يستخدم في ايه discover metals underground يبقى دي هتنبقى number two question number three choose the correct answer from a b c or d is used is used to locate things via satellites ايه اللي بيستخدم اللي بيشتغل اللي بيوصل للاماكن وعن طريق الساتلايت او الاقمار الصناعية gpr ولا gps ولا magnetometer ولا metal طبعا هيبقى gps معروفة طبعا سهلة جدا طيب there is used to detect old coins underground اللي موجود تحت الارض coins تحت الارض احنا بنستخدم جهازي عشان نعرف نوصل للقوين او المعادن اللي تحت الارض magnetometer ولا gps ولا gpr طبعا هيبقى magnetometer magnetometer مقياس المغناطيسية طيب question number four بيقول لي complete the following sense with the appropriate words between practice عندنا three words gpr gps والمغنيتوميتر number one tourists depend on to determine the locations طبعا معروفة هو number one هتبقى gps gps طيب number two is a device that detect metal underground ايه بقى المعادن اللي موجودة تحت الارض بنستخدم لها ايه؟ بنستخدم لها طبعا المغنيتوميتر عشان هو مقياس المغناطيسية اللي بيكشف عن المعادن في باطن الارض بعد كده هننتقل لي جزئية number two الجزئية الوانية كانت اسئلة من الامتحانات السابقة في السنة الفاتت في المحافظات المرة دي بقى والجزئية دي هناخد تدريبات من كتاب المعاصر نفسه وبنقول choose the correct answer from a b c or d البرتلين اللي هو العالم اللي موجود معانا او الاركولوجست او الكسبلورال is an a اكسبلورال ولا اركولوجست ولا انجينير ولا a and b يعني الإجابة ان هي اللي صح فيهم طبعا هتبقى الإجابة number d او الإجابة d هي اللي صح لان احنا هو البرتلين هو اكسبلورال واركولوجست مع بعض الاثنين وفرت أدوات الاستكشاف أو أدوات علم الأثار دي وفرت عليه الوقت والجهد يبقى هنا هنقول time only ولا effort only ولا time and effort ولا none of them طبعا هتنبقى نوع اللي هي see اللي هي time and effort طيب number three we use to determine the locations واخد بالك السؤال ده تكرر كتير معنا فلازم تعرف ان ده ممكن يبقى موضع سؤال في الامتحان يبقى هنا هيبقى الجي بي اس يساعد في تحديد العماكن باستخدام الأقمار الصناعية number four is used to discover objects underground ايه اللي بنستخدمه عشان نكتشف به الكائنات اللي موجودة تحت الأرض الماجنيتوميتر ما تنفعش لان هنا ما قليش ان ده متل أو coins أو أي حاجة فيها معدن وطبعا اي تي سيستم دي مالهاش علاقة بينا يبقى هنا وطبعا ده مش locations ولا بنعرف بي ال locations أو places يبقى هنا الإجابة هتكون number B اللي هي GPR number five the measure a magnetic field it can find metal underground ايوه هنا بقى قال لي المتل underground ايه بقى اللي بنستخدم فيه عشان نكتشف أو نبحث عن المعادة من تحت الأرض طبعا هيبقى الماجنيتوميتر الماجنيتوميتر أو مقياس المغناطسية is used to take photo above the ground ايه بقى اللي بنستخدمه عشان نلتقط الصور فوق سطح الأرض فوق سطح الأرض الماجنيتوميتر مالوش علاقة بالموضوع والجي بي ار برضو مالوش علاقة بالموضوع والاي سي تي دي كلمة عامة مالاش علاقة بينا أصلا دلوقتي يبقى مفضلش غير الساتيلايتس أو الأقمار الصناعية هي اللي بتستخدم عشان تلتقط الصور فوق سطح الأرض جميل آخر سؤال معانا نمبر سيكس وبيقول read and correct the words between practice الدرونز اللي هي الطيارة بدون طيار الصغيرة ديت are used for finding an object underground وهنا معنى السؤال ان هو عايز الكلمة اللي بين قسين دي كلمة غلط في الجملة دي مالهاش مكان في الجملة دي فاحنا محتاجين نعدلها فالدرونز ديت هنشيلها ونحط ايه هنحط ال جي بي ار جي بي ار هو اللي بيستخدم في الكشفة عن الأجسام في باطن الأرض طيب نمبر تو بيقول ال جي بي ار ستاندس for ground penetrating system ground penetrating system الكلمة الغلط ان ال جي بي ار اختصار لثلاث كلمات ground penetrating are مش هتبقى system بقى هتبقى ايه هتبقى radar هو اسمه رادار المخترق للأرض او ground penetrating radar مش system يبقى نشيل كلمة system دي ونحط مكانها radar جي بي ار دي كلمة غلط هنا is used to search for metals under the ground ايه اللي بنستخدمه عشان نبحث عن المعادن تحت سطح الأرض مش الجي بي ار طبعا مش الجي بي ار احنا بنستخدم هنا ايه ايوا برافو عليك الماجنيتوميتر ماجنيتوميتر البرتلين is an engineer هو مهندس لا هو archaeologist او ممكن تقول explorer تنفع كده وتنفع كده first lesson او lesson number one فقط اتمنى اللي كنت او فيه استنون في درس جاية كتير ان شاء الله